من جديد تعود نهم إلى الواجهة حرب كر وفر ضمن سلسلة معارك استعادة مؤسسات الدولة من بوابتها الشمالية الشرقية قسوة التقص في هذا المكان تشكل جبهة لوحدها الصمود أمامها يستدعي نوعية خاصة من الرجال التقدم ولو لمتر واحد هنا قد يكلف الكثير يستميت الطرفان في الاستحواذ على القمم وما أكثرها في هذه البقعة المترامية التي تبلغ مساحتها أربعة أضعاف مساحة العاصمة صنعاء على وقع دوافع القصف الصاروخ الذي استهدف معسكر الاستقبال في الميل قبل أيام استأنفت كتائب الجيش الوطني في المنطقة العسكرية السابعة معارك نهم تقول المصادر إن القوات أحرزت تقدما متسارعا في ميمنة نهم بينما المناوشات لا تزال مستمرة في جبل المنار حيث يحاول الحوثيون الوصول لقمته رغم خسائرهم البشرية وفقا لشهود عيان هذه الأماكن كما ترونها وهي متاخمة لميمنة ميمنة الفرضة ولكن الحمد لله الأبطال كانوا له بالمرصاد وتم صد زحفهم وعندهم خسائر كبيرة جدا في الأرواح في الأثناء وانتقاما لإنكساراتهم العسكرية يرسل الحوثيون صواريخهم نحو المدنيين في مأرب المدينة ما أسفر عن استشهاد إمرأة وجرح أربعة آخرين بينهم أطفال جراء سقوط صاروخ حوثي بحي الروضة في ظل تسارع وثيرة المعارك في نهم يكون من الصعوبة التكاهن بما سيؤول إليه الوضع هناك إلا أن المعطيات تشير إلى عزم قوات الجيش التقدم نحو صنعاء يقابله استماتة الحوثيين لمنع ذلك